مساء الخير وردي مساء مساء وردي بدي أرجع معيك ليوم مفصلة بحياتك بدي أرجع معيك لمساء 14 شباط 2004 اه شو صار بـ 14 شباط؟ بالبات كنت اجي جاوزي عالبات وما عرفته أنا معصب كان جاي بموسيق وشلحويا كان جاوزي كم معصب جاي من الشغل؟ اه جاي بموسيق وشلحويا الدولة اه اه وانا بقدر جدا حضورك الليلة شكرا لساءتك فيي وجاي عم نرجع نحكي عن حادثة أليمة صارت معك من سنوات الماضي رحي قليل سنوات الماضي نعم اجا من الشغل معصب قلت له شباك قلي ولا شي طبك مش ابنك بدي فتعة تولاد قل عم بعطيه الصابة وفتعة الحمان قدي كان عمره ابنك؟ ستة شهر كان ضل يبكي ما يسكب مسكتي ابنك؟ مسكت ابني وعطيتو اياه شو كان وضع ابنك انت وماسكتيه؟ كان ضل يبكي ما يسكب شو صار هون؟ قطيتي ابنك؟ عم بلو مش عم يسكب احمله شوي فتعة تولاد ضهرات قلي مدينة طالة قلي خدي ابنك مش عم يسكب مسلق ايتو واقع على الارض شو قال ليك؟ قلي ابنك مش عم يسكب قال لي عصبني وراسي مش حميني وتعي خده مسلق ايتو واقع على الارض بيتي بطون أنا يعني لا بلط ولا شحار ولا تعتير واقع على الارض بس هون الدار بقشت عم يسكب كبه؟ كيف كب ابنه؟ ما انتبعتش أنا ما ركز وين المخدة هاي المخدة يعني هاك يمكن عطوا الراح هاك على الارض وشو قال لك وعن بكبه قالت له شو بو قال لي خدي أخدته حملته مع متلع صوت أخدته عند الحاكم قالوا لي خديه على المستشفى مسك وكب ابنه على الارض انت قدك انت بعيدة عنه بس انت ولت له عنده بس انت وبالحمام كنت عم تسمع الولد عم يبكي ما هو اي ضل يبكي جربي سكته يحمله يحطله تتين اي حطله اياه وما كان يسكت لما انت جيت سمعت ابنك عم يبكي كان عم يبكي كتير او كان بكي لا كان عم يبكي كتير وصرخ مش عارف يعني من شو موجوع مش عارف وجه وشو هو يعني قبل بسواني كان ابنك عم بصرخ عم يبكي اه انا عم يبكي ما بيسكت بعد بسانية ما عاش تلع صوت تواف بس اكيد كبه ضربة قوية لانه ولد ولد عمره ست شهور بعده اعظامه طرية كتير يعني ممكن هيك ضربة اذا ما كانت ضربة قوية اذا وقع عادة كان ممكن كان ممكن ينجى منه بس ليه اول ضربة كان معصب واني مش عارف انه معصب ليه ما نطر لان انت قربت لعطاكية بايده ليه كبه على الارض ما عارفته معصب يعني ما كنت موجودة لما كبه يعني انا لو عارفته معصب انا وفضلع دينه انا ما قلت له احمله بس يعني انت ما كنت موجودة لما كبه انت كنت بالحمام ما ظهرت من الحمام ظهرتك ان اللي ابنه على الارض يا ظهرتك ان بعده ماسكوا كان بعدهم ماسكوا هو كبه على الارض اعم هو عم بكبه شو قاللك طلعلي دينة واني معص Musa وكبه على الارض لما رحتوا على المستشفى شو قالو لكم بالمستشفى قالو لمفصل جيت ضربة قوية اعراض ضربة قوية قلت قالويني انفصل كيف جيت ضربة قلتلوا منقع على الارض شو يعني فصل؟ يعني مات توفق هيك بسهولة؟ اه ايا ساعة منحكي ها؟ يعني حوالي ساعة 8-8.30 هاك شي انش متذكر من زمنها هلا يعني اده صلى القصة بس هيدا نهار مفصلة بحياتك ما بتتذكر التفاصيل؟ اه ما بتذكر ما بديك تتذكري؟ صعب انه تتذكري ما بيروح من بالي بس ما بتذكر المستشفى قالوا لك توفى شو كان عندك خيارات تتركيب المستشفى بالبرات بالمستشفى تحضروا تحضيرات الدفن تاني يوم تستروا وسيئة وفيت لا جبتوا ماء بغريب ليلتا؟ جبتوا ماء على البات وعنا شباب عنا أهل الضيعة ما كان يدفنوا لي باللال دفنتوا بنفس الليلة؟ اه دفنوا لي باللال شباب من عنا من الضيعة ليه دفنتوا بنفس الليلة؟ قالوا بتطلع ريح ويضل الصبح دفن الليلة أحلى من الصبح بس ليه؟ ليه دفنتوا؟ هني مش أنا يعني أنا معاش في أعصاب وقفة عجرية يعني كيف؟ أنت أمه وبيه؟ أنا كنت شابلانة مين أخذ قرار؟ مين أخذ قرار بالدفن؟ ما بعرف كنت شوائية أنا بس ليه هيدت سرعة بذرف ساعتين كبروا جريمة مين بدي كبر جريمة؟ عنا عنا بها الضيعة شو مصطح توني كبروا جريمة؟ أي جريمة؟ ليه عم بتقولي جريمة؟ أنه فيه من يحبك بالضيعة فيه من يكرهك ليه عم بتقولي كلمة جريمة؟ يعني هني بيكبروا القصة يعني أنه دفن الليل بتوصل لشي أنا ما كنت بدي أدفنه باللال لا شو بتوصل دفن الليل؟ ما منيحة منيحة دفن الليل؟ شو يعني؟ مش مشكورة يعني واحد يمات يدفنه باللال وهو طفل بس أنتو أولياء أمر الولد يعني أنتو اللي بتقرروا أنتو جوزك جوزك ليه أخد قرار بدفن الطفل بلحظتها باللال أنتو بتوعين من المستشفى؟ لا جبنان نحنا على البيت بس ليه بليلتها؟ إجوا أوادب وهيك قال لأ دفن الليل أحلى لقلو وأنتو صدقتو؟ أحلى ما يضل الصباح أشو أنا ماركة ينعراصي أخي قلتي لي بدوني كبروا جريمة يعني فيه جريمة علينا نحنا يعني فيه جريمة شو هي الجريمة؟ هي قصتنا نحنا يعني بدي يكبروها مين تكب الجريمة؟ ما حدا هني عنا بالضيعة عم يحكوا يعني يعني أنا واحد بيقتل ولده بإيده هيكسار؟ هيكسار؟ هيكسار يعني قتل ابنه بإيده؟ هو ما واحد بيقتل ابنه بإيده عم قلت هو أنه ما قتله بس ليه دفنتوا باللال؟ أي حقيقة كنتو بتكن تخفوها من خلال الدفن باللال أي حقيقة؟ ما فيه شي بيختفي إلا كل شي باينا على الحقيقة دفنتوا باللال ورجعتوا على البيت لما رجعتوا على البيت شو قلتوا شو رح تقولوا تاني يوم للناس؟ تاني يوم للناس؟ ولا شيء إجوا هلا ورحنا عالنبطي شدونا على الحبس ليه إجوا تاني يوم؟ حسوا فيه شي مريب عن بصير يعني فيه شي غلط صار لتحركت قوى الأمنية ليه تحركت قوى الأمنية؟ شو صار شي غريب؟ شو اللي كان غريب بالقصة خلت القوى الأمنية تتحرك؟ بد أنه أسر دفن اللال إذا أنتو مش عاملين شي ليه دفنتوا باللال؟ أنت ليه قبلت أنت ابنك مات؟ أنا ما قبلت بس هني قد ما قروا لأ قبل أن ندفنوا باللال أنا ما قبلت له الصرع حدا بيقتل ابن وبيدفنوا باللال؟ ما حدا بيقتل ضناء لما أجوا المحققين لعندكم بشو بررتوا؟ شو قلتوا صار؟ ليه كان عم بجرب الباية يقول ما هو ما تصل الجريم بس قال اختناء قال كبايته على الطراحة ليه كان ما عم بيعت المعلومات مثل ما كانت كان فيه خوف؟ تلبك شو بده يهكي بالحك وأخذونا على الحبس بس جوزك ما قال أنه وقعوا على الأرض كيف اكتشفوا المحققين بعدين؟ وعرفوا ما قالوا أنه جاي الضربة على رأسه كيف عرفوا؟ تقالبوا على الأرض مش على الطراح كيف عرفوا؟ ما عرفوا فحصوه وقالوا له بدك تمثل فحصوا ابنك؟ هني يعني شافوه كيف شافوا ابنك بابنك مدفون؟ قالوا هني كيف تمثلي الجريمي مدفونة؟ بس قلت شافوه شافوه كيف شافوا ابنك؟ يعني نبشوا القبر؟ لا شافوه بالمستشفى ما نبشوا القبر؟ لا لا ما نبشوا القبر لا ما راحنا باش القبر والثين رحته على الحبس ورحنا على الحبس على أي أساس حبسته أنا فكرة أنه قصد قتل ابنه وصار يقوله أنه قضاء وقضى أنت برأيي قضاء وقدر إيه أنا لو أنه قصد يقتل ابنه أنا الله ما بقعدني معه ساعة وبجيب منه وبرجع أولاد رجبت معا منه أولاد إيه عندي ثلاثة أولاد هلأ بدل اللي توفى رجعت رجعت اسمي حسان على البيت لما أنت كنت لما كان جاوزك يجي من الشغل ويكون معصب كان يعايت عليك لا كان يضر بيك لا لكن هو طبعه مش طبع عصبة ليه فاش خلقه بالولد أنه شلحه الموستيك عم قللك وجيبه جديد بس أنا سؤالي جاوزك ما أنه شخص عنيف قلتيلي لا معك جاوزك بيضر بيك لا ليه لكان كان في فورة غضب وصب كل غضبه على أبنه ما أعلم فاضع صاب قدين حبسته أنا شهر وهو ست شهر حقام وانتي ليه تسجدت شهر أنا أنا فكر أنني متبقى ماء يعني أنا عم سطر على الجريمة هو طفلك مات قدامك بلحظته صارت دفن بلقيلته بعد ساعتين صار دفن ضغري وما حدا بلغ القوى الأمنية ولا حدا بلغ شي بلغ منهم بلغوا من تحت لتحت بلغوا عليك لا بس وما حدا بلغ رسميا القوى الأمنية منكن أنتو كأهل لا مش يعتبر أيضا أنك أنت مسطرة على معلومات لا لكن ليه حبست شهر متفكلا أني أنا مسطرة على الجريمة حكيتلي للقاضل الحقيقة اليوم على شو بتندمي بتقولي ياريت شو اليوم ياريت ما صار ما عطيته لجوز ما بيرح من بالي بضل ببالي واحد ينسى ابنه كل نهار خميس بتذكر وبرعه على الطرق لن تجي ما أنتو عم تقرى الفاتحة ايه شو بتقولي لأبنك بقل له سامحني يا أمي أنا كنت غلطانة بحقك شو بدي قل له وين كنت غلطانة بحقه أنا السبب يعني أنا لما نوالته لبايو وبايو لما يروح لعنده شو بقل له بايو ماذا شكراً إليك وردي والله يرحم ابنك وبعد وبعد إذا عجبكم الفيديو تغطوا لايك وشير ولم زيدنا الفيديوز سبسكرايب بقناة مالك مكتبة الرسمية تورن اون نوتيكيشنز لتعرفوا كل شي حصري بسرع القناة تابعوني على كل منصات السوشال ميديا ترجمة نانسي قنقر